اشتركوا في القناة الرئيس يعلن عن الخطوة المقبلة والمعارضة تعتبره معزولا أي تأثير على الأزمة السياسية عجلة الحكومة العراقية تتحرك بعد ترشيح الإطار التنسيقي محمد السوداني رئيسا لها الكرة في ملعب القوى الكردية هل ترتضي التوافق على الرئيس أم تختار الأمر الواقع عبر الانتخاب تفجيرات واغتيالات تستهدف الأمن في درع وريفها من يحاول التشويش على الاستقرار ومسار التسويات في الجنوب السوري؟ وفي قضية اليوم من قرى الجنوب الأمامية إلى ما بعد بعد كريش السيد نصر الله يرسم مسار الردع التصعدي ضد الاحتلال على مدار أربعين ربيعا قدرات هجومية ودفاعية وتكامل مع محور المقاومة أي تأثيرات على خيارات الاحتلال في غمرة التحولات الدولية بعد أشهر من الأخذ والرد أتم التونس استحقاق الاستفتاء على الدستور الجديد والذي وضعه الرئيس قيس سعيد مقدمة لمسار جديد في البلاد ضعف الإقبال على التصويت قابله ارتفاع في عدد الأصوات لصالح الدستور المقترح فأي صيناريوهات تحملها المرحلة المقبلة بضل تشكيك المعارضة بنزاهة الأرقام المعلنة من هيئة الانتخابات وهل يشكل الدستور فاتحة لمسار سياسي أكثر ثباتا أم لأزمة أكثر تشعبا هذا تقرير لي سميح البغل نعبرنا من ضفة اليأس والأحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق إن شاء الله هذا بفضل إرادة الشعب الرئيس التونسي يؤكد أن نجاح الاستفتاء حول الدستور سيؤسس لجمهورية جديدة تقطع مع العشرية السوداء دستور سيكون بحسب مراقبنا مقدمة لمسار سياسي جديد يأتي ذلك فيما تتواصل عملية فرز الأصوات في أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع قبول الدستور يعني الدخول إلى مرحلة جديدة في الحياة السياسية في تونس مفتوحة على الكثير من الخيارات بداية رئيس الجمهورية مطالب بالوضوح أكثر وبالجرؤة أكثر لتلبية انتظارات أنصاره وعمل تونسيين وفي الوقت الذي كان فيه شارو الحبيب بورقيبة يشهد احتفالات بإنجاز الاستفتاء والتي جاءت مباشرة بعد أغلاق صناديق الاقتراع شككت جبهة الخلاص في الأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات ودعت القوى المدنية والسياسية إلى أطلاق حوار وطني لاختيار حكومة إنقاذ للأعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية هذه الهيئة أكدت مرة أخرى أنها لا تتحلى بالنزاهة ولا تتحلى بالحياد وأن الأرقام التي أدلت بها مبنية على التزوير ولا تتحلى بالثقة والجبهة تتعن فيها بالزول ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام وهي التي تل الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع إذن هي مرحلة سياسية جديدة تبدأ في تونس مرحلة يبدو أن أبرز ما لم يحيى القطع مع الماضي والانتلاق في تأسيس جمهورية جديدة يعلق عليها الكثيرون آمالا كبيرة لتحقيق ما عجزت عنه الطبقة السياسية السابقة سميح البغانمي تونس الميتين ونفتح النقاش مع محل الميادين لشؤون التونسية والأفريقية مراد لنسي نرحب بك مراد مراد حصول الدستور على الموافقة الشعبية كان منتظرا لكن ماذا عن نسبة التصويت والتي تعتبر ضعيفة هل تحمل رسائل معينة وكيف يمكن قراءتها دينا هذا الموضوع أي نسبة المشاركة هو موضوع السجال السياسي الآن في تونس بين مؤيدي الرئيس وبين المعارضة بين من يعتبر هذه النسبة جيدة ومن يعتبرها غير كافية لشرعية أو مشروعية الرئيس ولكن نبدأ بتفسير هذه الأرقام صوت مليونين ونصف من جملة تسعة ملايين ناخب في البلاد هذه النسبة حقيقة بالأرقام تعتبر الأضعف منذ انتخابات 2011 التي شهدت نسب أكبر لا تقل عن 40 أو 35% في أضعف الحالات وبالتالي هذه النسبة هي الأضعف هناك من يقول أن في هذا الاستفتاء تحديدا هيئة الانتخابات أضافت مليوني ناخب إلى سجل الناخبين وهذا ما أضعف النسبة في العادة كان الجسم الانتخابي في حدود سبعة ملايين في هذا الاستفتاء أصبح تسعة ملايين لأن الهيئة أضفتهم بشكل آلي وغير اختياري إذن حتى لو احتسبنا سبعة ملايين ناخب فقط فالنسبة ستصل إلى 35% في أفضل حالات وتبقى ضعيفة بكل أحوال ولكن مؤيد الرئيس وجزء من المواطنين يعتبرون أن عند التصويت على مليونين ونصف لصالح الدستور وبالتالي الرئيس الدولة لم يحصل أي حزب أو شخصية سياسية على هذه النسبة منذ سنوات طويلة وبالتالي يعتبر تصويت جيد وبالتالي بالمحصلة نقول أن صحيح جزء كبير من التونسيين مع رئيس الدولة ولكن لا يمكن أن ننكر أن جزءا لا يقل عن 40% من التونسيين في حالة انتظار لا يؤيدون بشكل كبير رئيس الدولة وهم بالتالي يمكن اعتبارهم ليس من المعارضين ولكن في حالة انتظار لمشروع الرئيس مدير مكتب الميادين في بغداد عبدالله بدران البعض عبدالله في بغداد وفي العراق بشكل عام يطرح فكرة التعديلات الدستورية كبوابة أو مدخل أساسي للإصلاح السياسي والقانوني وبالتالي إلى أي مدى هذا الطرح ممكن وقابل اليوم في العراق طبعا لجهة القوى السياسية وتحديد هذه المشكلة بالفعل لديها اجماع القوى الكردية والقوى الشيعية والقوى السنية والكل من قيادات الخط الأول إلى المراقبين إلى المتابعين إلى المختصين بالشأن الدستوري يؤكدون أن هناك ضرورات لتعديلات دستورية حتى تلك التي لا علاقة لها بالنظام السياسي هناك مواد دستورية لأن بعض القوى السياسية تدعو لإجراء تعديل على النظام السياسي القائم في البلد وبعد ذلك يمكن صياغ الدستور يتناسب مع النظام المطلوبة هو شبه الرئاسي أو الرئاسي في بعض الأحيان والذي يطرح خلال الفترة الماضية بالفعل الدستور العراقي فيه مثلا على سبيل المثال هذه الفترة التي فيها العراق حاليا لا يوجد لها توصيف لا هي خرق دستوري ولا هي فراغ دستوري ولا توجد معالجة هي عبارة عن معالجات لمواد قانونية تقدم لكن كمادة واضحة دستوريا فليس هناك مادة تعالج هذا الوضع على سبيل المثال وبالتالي يتم دائما اللجوء إلى السياسة وإلى التفاهمات السياسية وبشكل أساس طبعا دائما القرارات التي تتخذ بالتوافق هي التي تنفذ في نهاية المطاف فبالفعل هناك وجهة نظر لكن واقعية تنفيذ إجراء تعديلات دستورية الآن في ظل هذه الأزمة هذا ليس مرجحا خصوصا وأن القوى السياسية العراقية حتى هذه اللحظة هي تحاول أن تعالج الثغرات وتحاول أن تحرك تكنيكيا يعني لا يوجد إجماع على اتخاذ قرار ستراتيجي بهذا الحجم حتى الآن طيب مراد المعارضة تقول وبحسب ما ذكرت أيضا بأن الاستفتاء قد فشل وبرغم من ذلك فإن الرئيس ماضم في مشروعه وبالتالي كيف من الممكن أن يؤثر هذا الاستفتاء على الحياة السياسية والمسار السياسي والمشهد السياسي بشكل عام في تونس دينا بعيدا عن الأرقام على أرض الواقع من الواضح أن رئيس الدولة يحظى بشعبية كبيرة ولكنها ليست جارفة ولكن بكل الأحوال رئيس الدولة هو ماضم في مشروعه السياسي والدليل أنه منذ الباريح تحدث عن الخطوة المقبلة وهي إصدار قانون انتخابي جديد وبالتالي رئيس الدولة سيمضي في مشروعه وهذا أمر واضح المعارضة مهما كانت حججها ومهما كانت تخوفاتها من نظام ديكتاتوري جديد ومثل ما تقول من هذه التعلات فإن الشعب التونسي على الأقل الشارع الشعبي والاجتماعي لن يستمع ولن يلتفت إليها لأنه باختصار يعتبرها مسؤولة عامة وصلت إليه البلاد من فشل سياسي وفشل في جميع الميادين ولكن إذا هذا الدستور الجديد وما يحمله من صلوحيات واسعة لرئيس الدولة باعتقاد أنه سيف ذو حدين رئيس الدولة ومن انتخبوه خاصة من اعطوه هذا التفويض الشعبي الجديد لأنهم يريدون أن يحاسبوا شخصا واحدا في السلطة وهو الذي يمسك بكل زمام الأمور وبالتالي رئيس الدولة سيجد نفسه وحده الآن أمام الشعب التونسي لتحقيق هذه التموحات والانتظارات وبالتالي إذا استطاع الرئيس قيس السعيد أن يجد مصدرا للتمويلات ولإصلاح الاقتصاد ولتخطي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فباعتقادي أنه سيكون الرجل الأول في السنوات المقبلة وإذا ما حدث العكس بكل تأكيد ستكون هناك سيناريوات أخرى في البلاد إذن يبدو أن جليد الأزمة السياسية في العراق هو الذي يعيق حلها منذ نحو تسعة أشهر قد بدأ يذوب مع ترشيح الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني لرئاسة الحكومة وفيما لم يتخذ الطيار الصدري موقفا من الخطوة رحبت بها أحزاب عديدة فيما تتجه الأنظار اليوم على القوى الكردية والتي تقف أمام اختبار حسم ورشح الرئاسة أهل تنجح القوى العراقية في تفكيك العقاد السياسية أدى التقرير لعبدالبدران في لحظة سياسية دقيقة وفي مناخ مشحون بقلق الانزلاق إلى متاهات صراع المطالب السياسية قدم الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الحكومة شغل محمد شيع السوداني الحائز شهادة الدكتوراه مناصب تنفيذية ونيابية ووزارية بين عامي 2003 و2020 وفي عقاب تجربة انتخابات مبكرة وبعد أشهر من تحول المفاوضات السياسية من ثنائية وثلاثية وجماعية استقر الخيار على السوداني مرشحا بانتظار تكليفه أعلنه الإطار التنسيقي إثر اجتماع مركزي لقادته ورحب الاتحاد الوطني الكردستاني وبارك قادة الإطار وقواه الخطوة وعده تحالف العزم خيارا موفقا كما هو موقف الحزب الإسلامي أما مصلح محمد العراق المقرب من الصدر فغمز من صورة لسوداني وهو يصافح ظله بشأن تسمية المرشح فيما موقف التيار الصدري وجوابه عند استمزاج رأيه كان أنه غير معني لا سلبا ولا إجابة لا موقف معلنا من تحالف السيادة أو من رئيس مجلس النواب حلفاء التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني لكن ما بقي أيضا ليس بالقليل فالأحزاب الكردية لم تتفق على مرشح لرئاسة الجمهورية وعادت الأسماء للنقاش والتداول بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني كما بقي من الخطوات الدستورية أن يرفع اسم السوداني لرئيس الجمهورية المنتخب لتكليفه بقي سياسيا هو ما أجمع عليه الفرقاء السياسيون ومنهم داعم الرجل لهذا الموقع وهو المتمثل في منحه الحرية لاختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي ودعمه في مهمته وعدم وضع العراقيل في طريقه خطوات دستورية مطلوبة لإنجاز المهمة قد يلجأ معها الفرقاء لتحديد موعد لجلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف السوداني رئيسا للحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة عبدالله بدران بغداد الميادين ونبقى مع عبدالله بدران عبدالله كيف ولماذا تم اختيار السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة وماذا عن الخطوة التالية نعم طبعا دينا ما حصل هو كيفية هو عبر لجنة رباعية داخل الإطار التنسيقي وطبعا كانت مجموعة أسماء مطروحة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وكذلك فالح الفياض رئيس هيئة الحجد الشعبي وعبدالحسين عبطان ومحمد الشيع السوداني وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي واسماء أخرى كانت يتم تداولها لفترة وترفع اللجنة استقرت على مجموعة خطوات وضعتها لكي تعتمدها وبالتالي يتم اختيار المرشح الذي يقدمه الإطار التنسيقي ووصلت النتيجة لمحمد الشيع السوداني بالنسبة طبعا هناك لقاءات ثنائية وثلاثية هناك تفاصيل كانت قد جمعت قادة الإطار التنسيقي لتحديد آلية اختيار رئيس الوزراء واصطلح على قادة الخط الأول وصنفوا بالأسماء وقادة الخط الثاني أو قيادات الخط الثاني وصنفوا بالأسماء ووصلوا حتى يتحدثون عن ما وصفوهم بالخط الثالث وبالتالي كانت العملية بهذا الشكل هذا هو كان المقياس طبعا مع التباحث واستمزاج الآراء مع القوى السياسية سواء الحليفة أو غيرها عموما الإطار التنسيقي يطلب من القوى السياسية العراقية المتبقية على رأس القوى الكردية أن تقوم بواجبها لتقديم مرشحها لرئاسة الجمهورية لأنه يجد أنه معني ولا يمكن وضع أي ملاحظة على مرشحه من قبل للقوى السنية وهذا كان رأيا واضحا لقيادة الإطار التنسيقي التي أكدت أن القوى السنية اختارت محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب دون أي استمزاج للرأي مع القوى الشيعية سواء عملية تنسيق وتحالف وبالتالي يجب أن تكون هناك مساحة واسعة وأريحية لأن يقدم محمد الشاعر السوداني الذي تتوافر فيه الظروف كما يرى قادة الإطار التنسيقي لقيادة المرحلة المقبلة خصوصا وأنهم حددوها بحكومة الخدمات التي يريدون من خلالها أن يثبتوا وجهة نظرهم من أن رئيس الحكومة يمكن أن يضع عدد من الملفات المهمة ويعالج عدد من الملفات الرئيسية وبالتالي يحسب نجاح بشرط أن تكون له مساحة واسعة وحرية في التعامل في وضع البرنامج الحكومي أو التشكيل الحكومي محمد الخضر مراسل ميادين في ديباشق سوريا الجارة للعراق كيف تراقب هذا المشهد السياسي اليوم في العراق وما هو تأثير أو انعكاس أي استقرار سياسي في بغداد على ديباشق التأثير كبير دينا الاستقرار في العراق يعني الحفاظ على هذا المستوى الرفيع من العلاقات بين البلدين والذي حافظت خلاله بغداد على التمثيل الدبلوماسي ووجود سفارة في ديباشق وفتح هذه السفارة في أحلك السنوات الحرب على سوريا خلال السنوات العشر الماضية هناك علاقات وطيدة في مستويات مختلفة أهمها المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري الأمني لا ننسى أن الدولتان تصدتان معا لتنظيم داعش الارهابي وكان هناك مشاركة قوية وتبادل معلومات عسكرية عبر المركز الرباعي الذي يضم روسيا وإيران والعراق وسوريا طبعا للتحركات والأوضاع قرب الحدود وخاصة تحركات هذا التنظيم الارهابي خلال السنوات 2015 و16 بشكل أساسي عادة عن ذلك هناك تنسيق أساسا في مواضيع المياه وموقف البلدين من أحيانا تقليل تركيا لحصة البلدين من المياه في دجلة والفرات وهناك مشاريع اقتصادية كبيرة يبنى عليها رغم هذا القطع للطريق البري عبر قاعدة التنفل الأمريكية التي تمنح هذا المرور هناك معبر حاليا هو معبر البوكمال الوليد الذي يشكل شريان حياة بالاتجاهين من دمشق إلى بغداد ومن بغداد إلى دمشق طيب عبدالله هذا الترشيح للسوداني هل من الممكن أن ينهي الأزمة السياسية في العراق وهنا بالتالي نسأل عن هل من تطورات إيجابية في اجتماعات القوى الكردية وماذا عن خياراتها أيضا طبعا حتى هذه اللحظة لا صحة للأنباء التي أفادت أو تفيد أن القوى الكردية قد حسمت أمرها وأن الغبار قد انجلى الحزب الديمقراطي الكردستاني لا زال مصمما على ترشيح ريبر أحمد والاتحاد الوطني الكردستاني لا زال مصمما على برهم صالح طبعا ممثلا ببابل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني سيرسل شروطا إلى الاتحاد الوطني الكردستاني وهي مقترحات وشروط لحل هذه الأزمة لأن القوى الكردية تفضل الذهاب لمجلس النواب بمرشح واحد حقيقة الأمر الملف هو يتعلق بشخص الرئيس الحالي برهم صالح الاتحاد الوطني يريد التجديد له والحزب الديمقراطي الكردستاني يجد أنه توقيت المناسب الرئاسة طبعا وهذا يستخدمه للضغط السياسي ليس فقط من باب مبدأي للموثل القوى الكردية في المناصب الرئاسية وبالتالي حتى هذه اللحظة لم يصل لنتيجة هناك وفد سينقل بعض الشروط والمقترحات لأن تقدير الموقف يؤكد دينا أن القوى الكردية انذهبت بمرشحين اثنين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية فمن المرجح أن الاتحاد الوطن الكردستاني سينجح لكن القوى الشعية لا تريد لهذا الأمر أن يصل لهذا الأمر الواقع وفرض الإرادات تريد تفاهما وتوافقا لكي تكون عملية أكثر سلاسة هناك أيضا حاجة لا يمكن إنكارها لدور وصوت الحزب الديمقراطي الكردستاني وإعادة ترميم العلاقات ما بين أغلب قوى الإطار التنسيقي والديمقراطي الكردستاني خلال مرحلة المقبلة إذن بعد أربعة أعوام على تحريلها يعود التصعيد الأمني إلى محافظة درعا في الجنوب السوري تفجيرات واغتيالات طالت في الفترة الأخيرة جنودا وموظفين ومسلحين منضوين في التسويات فمن الذي يحاول العبثة باستقرار خاصرة الجنوب وما هي المآرب هذا التقرير لمحمد الخضر ضابط برتبة نقيب أحدث ضحايا الاستهدافات في درعا جنوبية سوريا في قائمة التصعيد استشهاد ثلاثة ضباط في صفوف الشرطة السورية في كمين نفذه مسلحون في قرية غرز قرب الحدود مع الأردن تصعيد ممنهج ضحاياه عشرات من العسكريين والمدنيين منذ مطلع العام فقط الرهانات ما زالت قائمة عند أعداء سوريا خاصة الإسرائيلي هناك قرار بمنع الاستقرار في المنطقة الجنوبية هناك مؤامرات تحاك إن كان في المنطقة الجنوبية إن كان في درعا في السويداء من الداخل يحاولون اللعب في الأوراق التي صنعوها والتي يعملون على تصنيعها أيضا من أجل استمرار الحرب خريطة الاستهدافات توزعت على جغرافية المحافظة الممتدة من مشارف الجولان غرباً حتى ريفيا الشرقية نحو السويداء وجنوباً قرب الحدود مع الأردن عوامل كثيرة خلف التصعيد يراها مراقبون ما يفرض تحركاً على مستويات عديدة أبرزها تحمل المجتمع الآلي دوره أيضاً تصارع ما بين متزعمي المجموعات الإرهابية سابقاً على الأموال التي يختزنها البعض لذلك يقومون بعمليات تصفية فيما بينهم وثانيها استمرار وجود خلايا نائمة تتبع للعدو الصهيوني تم إقامتها في الفترات السابقة وثالثها نشاط عصابات تهريب المخدرات التي تتصارع فيما بينها أكثر من مصالحة أطلقتها الدولة لاستعاب عشرات الآلاف من أبناء المحافظة وعمليات عسكرية وأمنية لكنها لم تنهي كما يبدو التشويش على الحالة الأمنية واقع يفتح الباب على عدة احتمالات لفرض مناخ الاستقرار استقرار يفرض على المجتمع الأهلي في محافظة تمتاز بحضور العائلات والعشائر ملاقات الدولة في تحركها لاستعادة تعافي المنطقة الحيوية بموقعها دور بات ضاغطا على الجميع لوقف حالة إرباك تستهدف مؤسسات الدولة والمجتمع محمد الخضر دمشق الميادين ونبقى مع زميل محمد الخضر محمد يطرح السؤال حول من المستفيد من هذه الهجمات وبالضبط ما الذي يجري هناك في درعة في هذه الاغتيالات التي تطالوا جنودا وعناصر في التسويات وأطراف أيضا خاضعة للتسويات أو ضمن التسويات ما يجري هو استهداف لهؤلاء الجنود لعناصر من الجيش لها الشرطة بالأمس تم استهداف ضابط برتبة نقيب تبجير سيارته في حي الصحافة في داخل مدينة درعة قبله بعدة أيام كان هناك استهداف وكمين في منطقة غرز وهي قريبة على الحدود السورية الأردنية لعدد من ضباط الشرطة لم تتوقف هذه الأحداث التي تستهدف المؤسسة العسكرية والأمنية وبعض الموظفين الحكوميين وفي حزب البعث قبل حوالي شهر من الآن جرى استهداف أمين حزب البعث السابق في مدينة الصنمين مع أربعة مدنيين كانوا في مضافة في تلك المنطقة الوقعة في ريف درعة الشمالي هناك وتيرة عالية من هذه الاستهدافات محاولة إرباك أجواء الاستقرار التي خيمت منذ آب عام 2018 عندما سيطر الجيش السوري بالكامل على تلك المنطقة وبعد المسلحين ضمن عدة تسويات وضمن عدة مرسيم عفو من الواضح أن من يقوم بهذه العمليات وحسب التقاطعات هي خلايا نائمة للمسلحين هناك انتشار كبير جدا للسلاح رغم كل تسليم عمليات تسليم السلاح للدولة هناك مجموعات تتاجر بالمخدرات وهناك الأخطر أن هذه تتقاطع جميعا هذه الهداف مع هدف الاحتلال الإسرائيلي المجاور الذي هو له هدف أساسي من إرباك تلك الساحة المهمة جدا على اعتبار أن درعة تشكل بوابة باتجاه الأردن وباتجاه منطقة الخليج وبالتالي إرباك الجيش إرباك المحافظة إرباك كل المؤسسات الدولة في تلك المنطقة الحيوية لكل سوريا هنا ربما مكمن السؤال زميل مراد البدلنسي نشطت في السنوات الماضية الأخيرة المجموعات الإرهابية على صعيد تنفيذ عمليات اختيال وأيضا تنفيذ عمليات إرهابية اليوم كيف هو وقعها في ظل التطورات على الساحة التونسية نعم دينا بالأمس وفي خضم إجراء الاستفتاء أحياء التونسيون ذكرى اغتيال الشهيد محمد الإبراهمي وهو على يد تنظيم داعش أو تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وقبله أيضا شهيد شكري بالعيد ولم يتوقف جرائم الجماعات الإرهابية في تونس اغتالت الجنود اغتالت الأمنيين فجرت استهدفت السياح استهدفت متحف باردو فنادق وغيرها ووصل الأمر إلى محاولة تحتلال جزء من التراب التونسي عندما دخل جماعة من الإرهابية من ليبيا إلى مدينة بن جردان يعني كل المحاولات تقريبا الإرهابية قامت بها الجماعات الإرهابية في تونس اليوم يمكن القول أن نشاطهم خفت ولم يعد بإمكان هذه الجماعات القيام بعمليات إرهابية وهذا واضح من خلال المعطيات على الأرض تونس والجيش التونسي خاصة والقوات الأمنية نجحت في هذا بفضل التعاون المخابراتي خاصة مع الجزائر والقيام بعدة توقيات أمنية خاصة على الحدود مع ليبيا ومنع دخول السلاح إلى هذه الجماعات الإرهابية ما هي الخيارات محمد الخضر أمام الجيش السوري بعض المصالحات والتسويات التي نفذها وهل الحل الأمني كافي؟ في الواقع ليس كافيا بالتأكيد لدى الجيش السوري القوة الكافية والمؤسسة الأمنية لديها ذاتة وكم معلومات معلومات هائل في تلك المنطقة جمعة على مدى سنوات بالتأكيد في الواقع هناك ميل هناك توجه أساسي ودائم على أن يكون المجتمع الأهلي نتحدث عن محافظة ذات طابع عشائري قبلي عائلي بشكل أساسي أن ينهض هؤلاء لأن الأساس هو الإضرار بحالة السلم الأهلي والاجتماعي والعودة إلى الحقول ودعى كما هو معروف في خزان سوريا كان من الخضار والقمح وكل المنتجات الزراعية التوجه هو توفير الحل العسكري توفير الحل الأمني والتوجه بالفعل إلى دور لهؤلاء الوجهاء من أجل ضبط هذه الحالة بطبيعة الحل المؤسسة العسكرية والأمنية هي خلف هذا الحل لم ينجح وهناك تهديدات وتحذيرات واضحة بضرورة تسليم من يمتلك هذا السلاح وهناك قوائم وجرت خلال في الواقع الأشهر الماضية عمليات تسويات وأبعاد لهؤلاء المسلحين الرافضية تسوية باتجاه الشمال السوري وهو خيار يبقى مطروحا باستمرار إذن محمد الخضر مراد دلنسيو عبدالله بدران شكرا جزيلا لكم فصل قصير مشاهدينا نحلل بعضه قضية اليوم ابقوا معنا منذ البدايات الأولى في الثمانينيات مرورا بانتصار تموز وما بعده رسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مسار أربعة عقود من القوة التي راكمها الحزب وانكمش أمامها الرد الإسرائيلي هي مقاومة لا تواجه الاحتلال عند الحدود الجنوبية فقط بل في عمق المتوسط وهي ترسل المسيرات إلى الداخل المحتل وتوقع الجيش الإسرائيلي في أفخاخ حقل كريش وتوطد الروابط بين أطراف محول المقاومة أوراق يفردها حزب الله في لحظة تيهن اقتصادي وسياسي دولي فكيف تؤثر هذه التطورات على خيارات الاحتلال النفطية وغير النفطية وكيف ستتعامل إدارة بايدن معها في ظل الحاجة الملحة للطاقة إذن حظيت تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والتي أطلقها في حوار الأربعين على شاشة الميادين حظيت باهتمام واسع في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية على رأسها وزير الأمن بن جانس الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع لبنان يلجم احتمالات الحرب هذا التقرير لمنال إسماعيل لم ينتظر وزير الأمن الإسرائيلي بن جانس طويلاً حتى يعلق على الرسائل والتهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلته مع قناة الميادين لم أستمع إلى المقابلة كلها بنفسي لكنني طلقيت استعراضاً لما قاله نحن في وضع حساس في الشمال آملوا أن لا تتدهور الأمور إلى حرب أو إلى عدة أيام من القتال لكن علينا الدفاع عن حقوقنا وعن قدرتنا على استخراج الغاز من مصادرنا من دون المسيب اللبنانيين بل على العكس نحن مستعدون ونرغب في التوصل إلى اتفاق كلام جانس ترافق مع اهتمام إعلامي إسرائيلي واسع بكلام السيد نصر الله في المقابلة ولسيما المتعلق منها بالنزاع البحري واستخراج الغاز وقدرات حزب الله في أي مواجهة مقبلة نصر الله مستمر في إطلاق التهديدات في كل ما يتعلق بالنزاع البحري بين لبنان وإسرائيل وفي مقابلة مطولة مع قناة الميادين أوضح نصر الله أنه إذا استخرجت إسرائيل الغاز من كريش في أيلو السبتمبر من دون حصول لبنان على حقوقه فستكون هناك مشاكل يبدو أن نصر الله يشدد النبرت من خطاب إلى خطاب مراقبون دعوا إلى عدم الركون لتقديرات الاستخبارات الإسرائيلية التي قد لا تكون دقيقة في كل ما يتعلق بالمواجهة مع حزب الله التقدير الاستخباري يقول أن نصر الله سينجز الحل لكن لا يمكن أن نعتمد على هذا التقدير فقدرات حزب الله لا تقارن بغزة وهي أعلى بكثير مع قدرات صاروخية مهمة بعيدة المدى ودقيقة وفقيلة وهذا ما يجب على الجيش الإسرائيلي أن يستعد له وعلى إسرائيل أن تفهم بأن هذه المواجهة إذا اندلعت فستكون مواجهة مهمة وفيما توقف مراقبون عند حدة نبرة الأمين العام لحزب الله التهديدية دعا آخرون إلى عدم الاستخفاف بها والاستعداد للسيناريو الأسوأ ونفتح النقاش مع محل الميدين للشؤون الأمنية والعسكرية عميد شال أبنادر نحر بحضرتك عميد في هذه المعادلة ما هي القدرات التي رسخت هذه المعادلة واستندت إليها هذه المعادلة وكيف تم التوصل إليها تحياتي للجميع نتكلم دينا عن مصار يعني نهزة الأربعين عاما هذا المصار هو اعتمد بالأساس على التخطيط ماذا يريد حزب الله ما هي أهداف حزب الله وعمل بكل الوسائل للحصول على هذه القدرات من صواريخ ومن مصيرات نحن اليوم أمام قدرات أصبحت تفرد على الساحة البحرية وعلى الساحة البرية وأيضا في الجو عندما تم استهداف البارجة ساعر عام 2006 نتكلم عن 24 عاما هذا المصار البعيد في التوقيت هو طبعا إذا التزمنا أو احترمنا التصاعد الذي كان دائما يظهره ويثبته حزب الله في تطور قدراته أصبحنا نتكلم عن فارق كبير في هذه القدرات أصبحنا نتكلم عن صواريخ ساحة البحر قد تصل إلى كامل الحقول البحرية في فلسطين المحتلة نتكلم عن أكثر من 350 كم انطلاقا من الجنوب أو انطلاقا من السواحل اللبنانية هذه معادلة ساحة البحر أو معادلة بحرية أصبحت تفرد نفسها نعود إلى موضوع المسيرات المسيرات اليوم هي صغير أنها مسيرات وصلت إلى منطقة كريش وأسقطت ربما ولكن أن تصل إلى بقعة الهدف وهي غير مزخرة هذا يعني أنه هناك أمكانية لاستهداف بقعة الهدف بيئة الكامل وهناك أمكانية لتجاوز منظومات التي كانت محطرة الأمريكية والإسرائيلية والتي كانت لديها معطيات أن هناك سوف يكون تدخل بيئة المسيرات في تلك المنطقة وعجزت عن منعها من الدخول إلى هذه المنطقة هذه أيضا قدرات متطورة الأهم في الموضوع في هذه القدرات أن الغموض الذي دائما يلف قدرات حزب الله هو الذي يزعج إسرائيل ودائما الغموض أهمية هذا الغموض عباس إسماعيل محلل الميادين للشؤون الإسرائيلية نرحب بك اليوم أهمية هذه المعادلة وفعاليتها في المواجهة الدائرة ما بين المقاومة في لبنان والاحتلال الإسرائيلي ولسيما فيما يتعلق بتحديد الخطوط الحمر وأيضا بقواعد الاشتباك وأيضا عن خيارات إسرائيل في مواجهتها ما هي دمنا نحكي عن موضوع الردع بالتحديد الذي هو العنصر الأساسي يمنون في الإشارة القائمة الآن بين إسرائيل وحزب الله هو حقيقة معترف بها بإسرائيل وبالتالي هذه المرة الأولى التي يعترف فيها الإسرائيليون طبعا منذ سنواتهم يعترفون بهذا الموضوع أن هناك توازن الردع بين إسرائيل وبين حزب الله وهذا إنجاز كبير لحزب الله طوال الأربعين عام الماضي المسألة الثانية هو أن الردع ليس أمرا مسلما به ولا يأتي من تلقاء نفسه الردع هو عمل تراكمي وبالتالي حزب الله على مدى أربعين عاما هو الآن بات ردعا فعالا في مقابل إسرائيل الحقيقة الثالثة هو أن الردع لا يتحقق لمرة واحدة فقط وينتهي الموضوع الردع بحاجة إلى تجديد مستمر إلى تغذية مستمرة لكي يبقى محافظا على فعليته ومصدقيته الآن هذا تحقق مع حزب الله وحزب الله يحافظ على ردع باستمرار أهمية الردع بالنسبة لحزب الله وبنسبة للمواجهة مع مقابل إسرائيل هو أن الردع هو الذي يثبت قواعد اللعبة الردع هو الذي يرسم خطوط الحمراء متى اهتذ الردع اهتذت قواعد اللعبة واهتذت الحطوط الحمراء لذلك نرى الإسرائيليين منذ عدوان 2006 حتى الآن يلتزمون بالخطوط الحمراء وبقواعد اللعبة والاشتباك مع لبنان مقابل حزب الله السبب الأساسي هو الردع الذي هو مبني بطبيعة الحال على قدرات حزب الله التي هي التي تفرض هذا الردع وعلى قدرة قيادته على تفعيل القرار باستخدام القدرات المتوفرة لديها طيب منظر سليمان محلل الميدين للشؤون الدولية والاستراتيجية الأمريكي وهو طرف فعال إلى جانب إسرائيل في هذا المشهد كيف ينظر ويتعاطى اليوم مع هذه المعادلة التي رسخها حزب الله يعني لا يزال الموقف الأمريكي حتى الآن واضح فيما يتعلق في هذا الموضوع بالبيان الذي صدر عن الخارجية في الخامس عشر من هذا الشهر والذي رافق زيارة بايدن وكلنا نتذكر أن التهديد الأساسي صدر عن سماحة الأمين عام سيد نصر الله خلال زيارة بايدن وحاولت الولايات المتحدة أن تتجاهل الأمر ولكن نحن نعرف أن السفارة الأمريكية والسفيرة الأمريكية في لبنان من أنشط السفراء في المنطقة وهي تقدم التقارير التفصيلية لا بل أن هوكشتاين الذي كان هو يتولى عملية التفاوض بين الغير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية كان ضمن الوفد البيان الذي صدر لا يزال هو يشكل الموقف الأمريكي حتى الآن لأنه لم يصدر أي موقف آخر يقول لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية الأهم في البيان أنها ترحب الإدارة بالروح التشاورية والصريحة للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي والذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل وكذلك للمنطقة وتعتقد أن الحل ممكن إذن التوجه الأمريكي حتى الآن لا يزال في محاولة التوصل إلى حل وخاصة رغم أنهم لم يردوا بطريقة مباشرة على تهديدات أو إنزار حزب الله وسيد نصر الله إلى أنهم بطريقة غير مباشرة يرسلون إشارات في المرونة وبالسعي لإيجاد حل حتى الآن لكن عميد شار إسرائيل هل تعترف بهذه المعادلة معادلة الردع؟ وهناك من يتحدث عن إسرائيل عاجزة أمام هذه المعادلة عاجزة عن تجاوزها وعاجزة عن أيضا تجاهلها وبالتالي هي عاجزة عن مواجهتها هل مشهد فعلا كذلك؟ يعني دينا إذا اخترت إسرائيل أن تفصل موضوع البحري أو موضوع كريش أو موضوع السفينة أو موضوع استخراج الغاز عن المواجهة الأوسع والتي كانت دائما هي مسار اشتباك وترقب بين حزب الله وبين إسرائيل إذا أرادت أن تفصل في هذه المواجهة هي خاسرة حتما حتى لو سقطت مصيرات حزب الله أو لم تستطع السواريخ إصابة الأهداف البحرية هذا الموضوع سوف ينهي السقة لدى الشركات المدنية ويكون بنهاية قد خسرت إسرائيل مشروع استخراج الغاز على الأقل من كريش وهذا قد يتطور إلى حقول أبعد كما كنا لنحية القدرات المتواجدة لدى حزب الله وإذا لا تريد أن تفصل هذه أو أن تجعل هذه المواجهة منعزلة وأرادت تطورها أكثر نعود للمواجهة العادية ولقواعد الردع الأساسية والتي هي مصبتة منذ فترة طويلة أشارها السيد بالأمس إلى موضوع كل الأهداف استراتيجية هناك قدرة للوصول إليها وإصابتها هذا يعني أن هناك استعلام دقيق كامل لكل هذه الأهداف هناك قدرة على تجاوز ولو بنسبة حتى لو كانت جزئية على تجاوز منظومات الدفاع الجوي واستهداف الأهداف والمناطق استراتيجية بصواريخ دقيقة وهناك أيضا قدرة على تدمير هذه الأهداف أو إصارة الرعب في العنق الإسرائيلي بمطلق الأحوال بين الفصل أو عدم الفصل إسرائيل خاسرة لذلك هي من الأنسب لها من الناحية العسكرية في هذه الحالة أن تبتعد عن المواجهة لأن القدرات هي أثبتت لديها تجارب سابقة مع هذه القدرات لكن من ضمن المواقف العالية أيضا التي أطلقها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حين تحدث عن حضور ومستوى حضور حزب الله ضمن محور المقاومة دكتور عباس اليوم بالنسبة للإسرائيلي كيف أو ماذا يعني هذا الكلام يعني بالنسبة بطبيعة الحال هذا أولا هو مظل قلق بالنسبة للإسرائيلي والإسرائيلي سوف يتوقف عنده كثيرا وهو باعتقاد ليس جديدا بالنسبة للإسرائيليين بمعنى أن الإسرائيليين يعرفون أن حزب الله وموقعه ومكانته ضمن محور عن المقاومة ولكن هذا بالنسبة للسرائيلي يؤثر في اتجاهين. الاتجاه الأول هو أن هذا يعني بأن كل قدرات حزب الله هي في تصرف محور المقاومة. في تصرف أي طرف من أطراف محور المقاومة. وليس بالضرورة نتحدث عن القدرات التسليحية. بالأمس في المقابلة سمحت السيد تحدث عن غرفة عمليات المشتركة التي سبق لسيد يحيث نوار أن تحدث عنها. وتحدث عن أن المساعدة كانت بالدرجة الأولى. مساعدة معلوماتية. وأيضا في التشاور. وبالتالي هذا يعني أن حزب الله وضع إمكانياته المعلوماتية وغير المعلوماتية في خدمة حركة حماس وفصان المقاومة في غزة. هذا موضع قلق بالنسبة للإسرائيل. هناك أيضا نقطة ثانية أو اتجاه ثاني يقلق الإسرائيليين بهذا الموضوع. هو أنه أيضا في المقابل. عندما يخود حزب الله مواجهة مستقبلية. إذا حصلت مواجهة تصعيد حرب أيام قتالية. إذا حصلت مع الإسرائيليين. هذا يعني أن حزب الله بصفته جزءا من محور المقاومة. أيضا سوف يكون محور المقاومة في تقديم المساعدة له. وهذا ملخوص في كل المناورات الإسرائيلية الأخيرة. وفي كل التقديرات الاستخبارية التي كانت تحدث عن. أن أي مواجهة على جبهة شمالية مع حزب الله لن تبقى حرب لبنان الثالثة. ستكون حرب شمال الأولى. وسمت من تحدث عن أكثر من ذلك. نعم. بس. بن خلال الإشارة إلى انضمام العراق واليمن وفلسطين وسوريا. وربما إيران أين إلى هذه المقاومة. وبهذه التفاصيل أكثر سنسأل منذر انطلاقا من هذا الكلام. وهذا الموقف عن حضور حزب الله. ضمن محور المقاومة إلى جانب فلسطين. وهذا الجانب سيتعزز أكثر في المستقبل. هكذا قال الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله خلال المقابلة على الميدين. وبالتالي أي سيناريو يرسم لأي مواجهة إقليمية مقبلة. إن كان في الساحات. في الأسباب. وأيضا في تطور هذه المواجهة وأطرافها. حجمها. بداية علينا إضافة أنه من الضغوط على الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية. أيضا الإحراج وتعريت موقفها. عندما عرض السيد أيضا موضوع تقديم الفيول المجاني الإيراني. لتشغيل المعامل الكهربائية في لبنان. هذا أيضا كانت وعدة الولايات المتحدة. ولم تنفذ وعودها بأن تأتي بالغاز وتأتي بالنفط والكهرباء من مصر ومن الأردن. لتقديم عبر سوريا إلى لبنان. الأمر الأساسي هو أنه كيف يمكن أن تندلع شرارة نزاع. موضوع كاريش وما بعد كاريش أضحى الآن هو في الواجهة. ولكن علينا أن نتذكر أنه دائما كان ولا يزال موضوع التلويح والتهديد بالقدرة النووية الإيرانية. ومحاولة ضرب المنشآت النووية الإيرانية. وتستمر حرب خفية قائمة الآن. بالاختيالات والتفجيرات بغيرها. وبالحرب السيبرانية تتم قائمة. إذن هناك مصدرين. ما عدا عن المصدر النزاع التاريخي للفلسطيني الإسرائيلي. وإمكانية أيضا أن ينشب هناك. نلاحظ أن هناك تراجع في مسألة. مثلا كان هناك اشتباكات حول ناقلات النفط في البحر الأحمر. في الخليج. هذه الأمور تقلصت. ولم تؤدي إلى حرب شاملة. إذن نحن الآن أمام السيناريو المباشر هو لأن أيلول سبتمبر قادم. وهو الفترة. نحن أمام عدة احتمالات. منها احتمال أن يتم تمديد هذه الحالة. بمعنى تجميد العمل الإسرائيلي بأي عملية استخراج النفط. وتمديد فترة التفاوض. هذه ممكن. قد يكون هذا الأرجح. والأمر الآخر هو التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق اللبنانية في ظل هذا التهديد الجدي والإنذار الجدي الذي قدمته المقاومة. إذن نحن لسنا أمام سيناريو حرب شاملة. ولماذا ليس لسنا أمام سيناريو حرب شاملة؟. لأن هناك أدت اعتبارات تتعلق بأوكرانيا. وتتعلق أيضا الداخل الأمريكي. وقدرة الولايات المتحدة على الدخول في نزاعات. لأنها لن تترك إسرائيل أن تقدم على حرب شاملة. إسرائيل لديها حرية الحركة في هامش محدد. وليس بحرب شاملة. إذن عميد شال. هذه المتغيرات وتطورات على الساحة الإقليمية والعالمية. هل من الممكن أن تساعد لبنان للإستفادة من هذه المعادلة الحساسة من أجل الاستحصال على حقوقه؟. أولا لبنان يملك الموقف القانوني. هذه هي الموقف القانونية والتي تسلح بها أثناء المفاوضات. واستطاع أن ينقل المفاوضات عندما تخلت إسرائيل عن التفاوض على خط هوف. إلى خطوط أبعاد من أو جنوب الخط 22 والتفاوض على الخط 29. هذا الموقف القانوني أيضا أهميته أنه مدعوم بموقف القوة وبقدرة الرداء. أيضا مسار قدرات الرداء هو الذي دفع إسرائيل. أولا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات كانت لو لم تكن مرضوعة كانت لم تأتي إلى طاولة المفاوضات واعتمدت أن لبنان قد أرسل الخط 23 إلى الأمم المتحدة. وكانت حملت على هذا الأساس. لذلك الموقف القدرات أيضا في المرحلة الثانية في مسيرات كريش أيضا. وأتبعت برسائل بأن المبعوص الأمريكي هو آتن. وأن التفاوض سوف يتم في هذا الموضوع. هذا الموقف القوي القانوني والموقف أيضا العسكري الردئ يجب أن تستغلوا الحكومة اللبنانية. يبقى عليها أن يكون موقفها الرسمي وكلمتها موحدة. وهنا ربما كان هناك بعض التردد بعد اطلاق المسيرات إلى كريش. كان هناك انقسام. هذا موضوع نتكلم عنه بموضوعية. هذه نقطة أساسية. نقطة ضعف هي الوحيدة التي تجعل من لبنان مترددا. هي التي يمكن أن تبعد إمكانية حصوله على حقوقه. وإلى كل الاستحقاقات الدولية. الموقف استراتيجي الذي يضغط على الغرب وعلى أوروبا وعلى الويتم المتحدة الملكية وعلى إسرائيل. بالإضافة للموقف القانوني وموقف القوة. يجب أن تستغلوا اليوم السلطة اللبنانية. وتكون وتأتي بموقف موحد للحصول على حقوقها في هذه المواجهة الحساسة استراتيجية. طيب. عباس. اليوم معادلة كريش التي تكلم أرساها السيد بالأمس. ما مقدار تأثيرها على الخيارات الإسرائيلية. وكيف ينظر إليها إسرائيليا أيضا؟ يعني يمكن القول أن سماح السيد نجحا نجاحا كبيرا. في أن يحفر في الوعي الإسرائيلي مصدقية وقوة. وهذه المعادلة معادلة كريش. وهذا بحد ذاتي إنجاز كبير. بحيث أن بغض النظر عن التفسيرات التي تعطى في إسرائيل لأسباب وخلفيات موقف سماح السيد. بينما يردها باعتبارات داخلية أو غير داخلية أو ضائقة. بغض النظر إلا أن هناك اتفاق كبير على أن تهديدات السيد جدية. وأن إسرائيل أمام خيارين. لا ثالث لهما. إما أن تنصاع للصقف الذي رسمه سيد نصر الله لها في كل ما له علاقة بالمعادلة. وإما أن تذهب إلى تصعيد وإلى حرب. وإسرائيل لا تريد التصعيد ولا تريد الحرب. لأنها أولا غير معنية بها. وثانيا لا مصلحة لها. وثالثا لا تستطيع أن تتحمل قلفتها. وبالتالي يبقى الخيار الأول هو الخيار المتاح أماما. لذلك نسمع في إسرائيل أن الاتفاق صار قريبا. وأن الأمور قد تسوى. وأيضا هناك تحذيرات شديدة سمعناها في إسرائيل. من أنه يجب أن لا أحد يستهين أو يستخف بكلام السيد. أو أن يركن أو يطمئن إلى أن سمحت سيد أو حزب الله مرضوع أم لا. وحتى لو كانت التقديرات الاستخبارية تقول بأن حزب الله لا يريد التصعيد. إلا أن الاتجاه الغالب في إسرائيل أن حزب الله جدي في هذا الموضوع. وسيذهب إلى الأخير وأن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى أن تذهب في هذا المسار. أي مسار الذي يرضي الطرف اللبناني وفق الثقف الذي حدده السيد نصر الله. هذا إسرائيليا منذر وأختم معك. هذا إسرائيليا. لكن ماذا عن مستوى الأمريكي وتحدثنا بأنه طرف فاعل وأساسي في مخص المشهد اليوم؟ هل نحن نسير نحو التصعيد؟ أم نحو حلحلة وتسوية في موضوع ترسيم الحدود ما بين لبنان وفلسطين المحتلة لدواعي الحاجة الأمريكية إلى بدائل عن الطاقة الروسية وطبعا الأوروبية؟ طبعا هناك حاجة أمريكية حقيقية وبايدن يحتاج إلى موضوع الطاقة. لأنه إنعكاسات عملية تضخم الذي أتت بالأسعار في الداخل الأمريكي. عدعا أيضا المشكلات التي يعانيها الأوروبيين أنفسهم. والإمكانية التداعية ذلك على العلاقة الأمريكية مع أوروبا ومع دول بارزة فيها. إذن الولايات المتحدة ليست في وارد أن تشجع كما جرى في حرب 2006. كانت هي المشجعة على الحرب تغيير الشرق الأوسط. الآن هي بوضع مختلف. يضاف إلى ذلك علينا أن نضيف مسألة في غاية الأهمية. الموقف الروسي وتبدلاته وتعديلاته فيما يتعلق في الموقف الإسرائيلي. صحيح أنه لم يصل إلى حالة الصدام أو حالة المجابهة. ولكن في أي نزاع لو تورط الكيان الإسرائيلي في نزاع. معروف أن معسكر المقامة سيتحد بجبهة واحدة. ويمكن أن يكون تتدحرج الأمور إلى مسألة أن يكون تتوسع أي نزاع إلى سوريا إلى فلسطين إلى ربما العراق إلى إيران لاحقا. وبالتالي بمعنى أن كل هذا المعسكر سيوظف إمكانياته بشكل مشترك. وبالتالي الموقف الروسي بدل أن يكون موقف لاجم لمعسكر المقاومة سيكون على الأقل إن لم يكن مؤيد سيكون بالعكس يساعد في عملية اللجم الإسرائيلي وفي عملية الردع لإسرائيل بسبب تماديها إن كان في الساحة السورية أو على مستوى المنطقة. إذن منذر سليمان عباس إسماعيل وشال أبي نادر شكرا جزيلا لكم. الشكر الكبير لكم مشاهدين على طيب المتابعة. التحليلية انتهت. إلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر